وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتمديد أيام عرض فيلم خرفكان في مدرج خرفكان من الثلاثاء المقبل حتى السبت التاسع عشر من ديسمبر الجاري نظرا للإقبال الكبير من الجمهور وإعادة فتح التسجيل الإلكتروني لحجز التذاكرة هذا وتعرض هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وبالتزامن مع افتتاح مدرج خرفكان الفيلم السينمائي التاريخي خرفكان المقتبس من المؤلفة التاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاومة خرفكان للغزو البرتغالي الذي يصلت الضوء على سلسلة الأحداث البطولية التي سطرها أهل المدينة في صد الغزو البرتغالي الذي اشتاح المنطقة في العام 1507 ضمن الحملة التي قادها الجنرال البحري البرتغالي أنفسو دي البوكريك كما يروي سيرة المدينة خلال 27 عاما وكانت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الجهة المشرفة على إنتاج العمل قد أعلنت عن نفادي جميع تذاكر الفيلم المجانية الخاصة بالعروضة التي يستضيفها المدرج من 15 حتى 17 من ديسمبر الجاري من الساعة السابعة والنصف حتى التاسعة والنصف مساء فيما سيكون موجودا في دور السينما المحلية ابتداء من 17 من ديسمبر الجاري أعطوا الإشارة أريد أن يلحق بنا القادة قبل غروب الشمس في 21 سبتمبر من سنة 1507 كان الغزو البرتغالي وصل إلى خورفكار مقاومة خورفكار وكانت مقاومة على مدى يومين متتالية فرسانها يمتطون الخيول ويدافعون عن بلدها أفستعدوا مستعدوا مستعدوا اشتركوا في القناة